مهدي تلميذ في مستوى الأولى باكالوريا ولدت إعاقته معه التلميذ مكفوف منذ سنوات ترعرع وتعلم مواجهة الإعاقة بين أسوار منظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب تعلم القراءة والكتابة بطريقة برايل المعروفة لدى المكفوفين وهي الوسيلة الوحيدة لتخلص المكفوف من ظلمات الجهل تقريباً دوست هنا 11 سنة حيث دباءنا في الأولى باكالوريا أداب علوم إنسانية بالنسبة للصعوبات أنا أريد أن أكد على أن الحياة كل نهارك تعيش في تجربة جديدة ومنكة القراءة وسط واحد الناس اللي كي عاملوك بحل ولدهم وكي عاملوك مزيان وكي يعطوك قيمتك ونتكت عطاهم قيمتهم فأكيد ما يكونوا الصعوبات المشكلة الواقعة هي كالبرايل باش تكتبو كي ياخد وقت وباش تقراه تياخد وقت حالياً يواكب هذا الزمان هذا أو لهذا الوقت أو لهذا العصر هو لا تكنولوجياً وهذا الشيء الذي تشاهده في المنظمة العائلية المكفوفين تشاهده بأنه ينتقل يعني آلات لمزودين بأحدى التقنيات صالحة المكف وضعيف البصر أيضاً الإعاقة البصرية لم تكن حاجزاً أمام مهدي لتحقيق طموحته وأحلامه التنميد تحدى كل الصعوبات لإثبات ذاته داخل هذا العالم المتسارع فتقنية برايل كان لها الفضل في تعلم مهدي وكل المكفوفين عبر العالم حيث أن المنظمة تسعى جاهدة إلى تتبع مصاره الدراسية طبعاً دور المنظمة يكتسي طابعاً اجتماعياً إلى جانب ما هو طرباوي بالنسبة لما هو طرباوي نحن عدنا الآن بهذا المؤسسة على المستوى البنية الطرباوية من القسم تدائي إلى التنية باكالورية وتلمد المتوجدين هم عددهم 173 كلمات يستفيدون من التغذية والإيواء وكل ما هو علاقة بالرعاية الاجتماعية بما فيها الأنشطة الموازية والمندمجة المعهد يسعى بالإضافة إلى تعليم ومواكبة التنميذ المكفوف في كل مراحل دراسته فهو يعتبر المزود الأساس لكل مدارس المكفوفين بالمغرب بالمقرارات التربوية ذلك أنه يحتوي على مطبعة خاصة تحاول مقرارات الوزارة الوصية إلى نسخ برايل للمكفوفين